سلامة مرحبا بكم في قناة عائلة فاطمة ومانظر اليوم الفيديو متعنا يسترخ في فبنين ويشيخ عليه الصغار والكبار. مش نعمل الكاب كيك كما تشوفوا كاب كيك بالشوكولات كما شاهدوا اول الفيديو عنا لهنايك السكر عنا مية وخمسين جرام سكر نجمو تنقصو تحطو مية واربعين جرام عادي ما يقلقش وعنا سكر فاني تحطو مغرفة ولا ساشي كان عندكم ساشي وعنا تلاثة عظمية تلاثة بيضة يكونوا بحرارة المطبخ ميكونوش كان في الفريجيدين تخرجوهم على برق نفاقصو كما تشوفوا من بعد بش نزيدهم الزيت زيت عنا مية ميلي لتر زيت ومغرفة كاكاو ورشة الملح بتبع ما ننسوهاش في القطوات وفي الحلوء الكل وبش نزيدو قبل ما نعم بو الخليطة ذي الكلو نحضرو اطبق متاعنا ونفرشو فيه اللي كاسات بش من بعد ما نتعطلوش كي نبدو حضرنا المكونات الكول كي ما تشوفوا اليوم بش نستعمله بخلات يداوي مانيش بش نستعمله لباتولة حتى شاي جوز تحركو باليد بالفوية ذيكا للي ذو بلنا السكر بالجدية بالجدية من بعد بش نزيدو الزيت وعنا الفارينة عنا تلاثمائة وتلاثين جرام فارينة قبل ما نحطوها لازمنا نغرب لها مع ستاشن جرام اخميرة تحلويات ومعهم مكاون سريطة من بعد تشوفو بتبع عنا بي بيت شوكولات نجمو تحطو البيضة نجمو تحطو الشوكولاتة الكحلى ونحطوه على فور مدة ميتين درجة يشعل من فوقو من لوطة نزيدو الزيت نجمو تزيدو بالتدريج ولا كيفي انا حتيتو ديريكتم ملفو نحط ديريكت على بعضه وتتخلط لي ونبقى نحرك بالجدية بالجدية للي ذوب لي السكر متاعي مليح من المليح ولي ما عمدوش ضراب اليدوي النجم يستعمل فرشيتاء عادي يخدم بها للي ذوب السكر كان وصلتوا لهنا متشاويش الاشتراك في قناة عائلة فاطمة اموذ وجامل الفيديو كان عجبكو هناك كما تشوفو دابلنا سكر وتخلطنا هوك المكون السري لهناك لدينا الباكو الحليب هذيك اللي بالشوكولاتة متاع اصغار سيعتو عشرين مليلتر كما تشوفو سيعتو عشرين مليلتر نحطوه لازم نلقوه متاعو تكون شوكولات ولهناك نخلطو بالجدية بالجدية ما عبقيت المكاونات من بعد بش نزيد مغرفة كبيرة كاكاو مغرفة واحدة كان عندكم اه كاك اللي هنا عندي ان الكاكاو الغامق ما هوش الفتح استعملت مغرفة كبيرة كان عندكم الفتح حتناج مديدو زمار ما يقلقش عادي ومن بعد بش نزيدو ثلاثمية وتلاثين جرام فارينة ونغرب لها كيف كيف بالجدية بالجدية بش ما تكعبر لنش الخليط ويفزلنا الخليط متاعنا الفارينة حاتيت معاها ستاشن جرام خميرة تكون خميرة حلاويات كيف كيف نغرب لها لهنا كما تشوفو نغرب له من بعد بش نخلط الخليط متاعنا كي ما تشوفو طريقة يسر سهلة وخفيفة وتعمل لنا كاب كيك بنين ومشققين وحتى في المنظر متاعهم احلوين لهنية ديما نحرك على جنيب بش ما تبس ليش الفارينة وما تكعبر ليش كان انتو ما بش تعملوا بزاربة تحضروا الفارينة تغرب لها من اللول انا غربلتها ديريكت قدامكو نجمو تحضروها وديريكت تصبوها مع الخليط لهنية شنوا دور الفارينة بش تبدأ مغرب لها بش يجينا الكاب كيك خفيف وما هوش مكبد من داخل كي ما تشوفو طريقة يسر سهلة وما يطلبش برشة وقت وحتى المكاونات موجودين في الديار الكل ان شاء الله كي ما تشوفو خلطو باليد بالقدي 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 للخاليط متاع نعيج يتلمنك كل وكان ما عندكم شي ميزين تبعو بالعين للخاليط متاعك ما لازم ما يكون جاري كون عاقد شوية كي ما تشوفو كي ما تشوفو الخاليط عاقد شوية ما هوش جاري طوي كي بش نحطهم في الكاسات كي ما تشوفو عندي طبقة ذاكة وعندي الحليبة ذاكة عبيت فيه تنجمو انتو ما تعبيو بالمغرفة ما تعبيوش يسر خاليطوا شوية على الاخراف متاع الكاسات اللي عندي الكاسات ما ندهلن بحتى حاجة جوية نحطهم في المول متاع الكابكيك اكا ها بتبعتهم بشي تنحاهم ما بعد بسهولة كي ما الكابكيك اللي بيعو فيه في الاسويق هنا نعبيهم الكل وما بعد بتبعت الخاليط الكمية ذاكة بش طاب ظليتا تشوفو وين مش نحطها ما نعبيهم شو الكل دي ما نخلي فراغ صغير بش كي تنفخ لي الكابكيك ما يفيدش على جنيب نزلت اللي كابة واحدة من بعد بش نحط البيبيت شوكولات كي ما تشوفو مو كونية يسر سهلة ومتاع تشيني كمية يسر كبيرة هنا عنا اثناشا كعبة ومزيل الخاليط بش نعمل بيه كعبات اخرية هنا بش نحط بيت شوكولات بطريقة عشوائية تنجموا تنظموهم انتي كعبة كعبة بش نبع بعضهم ولا تحطوا بطريقة ديك انتو ما شو ما تحبوا لهنا الكاكم بتاع نيجينا اخفيف وبنين ولجوم بتاع وياسر مخليها بكل حليب بتاع الشوكولاتة لهنا كما حكيت لكم عندي طباق اخر اه لكن صغير بش نحط في كعبة الكاسات كما شفتوهم رقم سبعة بوكا ومباشو عبيت لان عبيت طباق لولاني وكملتو نحطوه في الفريجدين مدة عشرة دقايق مفوتوش برشة خالي يرتاح عشرة دقايق ونخدم الفورن تاعي على ميتين درجة والاقل شوى كان عندكم فور عدي تجمو تحطوه على ميتين درجة وكان عندكم فور عادي تجمو تحطوه على مية وثمانين درجة يرتاح في الفريجدين مدة عشرة دقايق مطايبو الكاب كيك متاعنا على الويلة وكيف كيف نحطوه الطباق الثاني كيف كيف مدة عشرة دقايق ومن بعد نعودو انطايبو كيبش يرتاح الكاكم متاعا على قد ما يرتاح على قد ما يعطيك الهشاشة اللي فيه وعلى قد ما يعطيك المنظر البومبيل الموجود فيه لزمنا بعد ما نعبيو خلوه يرتاح عشرة دقايق في الفريجدين مولوطا ما هوش في الثلاجة ما هوش يعني في الكونجيلاتير لوت ولا هني كيف كيف بش حط ببيت شوكولات بش نحطوه في الفريجدين بش يرتاح عشرة دقايق في الأثماء الطباق الآخر قاعدتي كان انطو ما معانتكم فور فور فونتيلاتير تحطوه على المية وثمانين درارة جستو تحطوه طباق معاوضش تحلو علي جستو عليهم مباركة تنفجلكم تنجم تحط كي غضان بش شوف الخالطة متاعكم طاب ولا اللي خاطر لهني بالشوكولاتة ما هوش كما بالفاني بش يعطيك اللون متاعو اللي هو حمار وطاب ما تسهيوش عليه بش ما يتحرق الكومش الكاكمتاعكم يتيب في الفور مدة عشرة دقايق كيف كيف ما يفوتهمش في الفريجدين يبقى ما بين عشرة دقايق وخمسة اتقايق ما يفوتش زادا كيف 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 ما تشوفو الخاط اللي كي غضان الكاكمتاع يطلع الشيح وبنين وشوش طبا حلالكم كعبة وتشوفوها هنا كيف كيف هذوما الكعبات الصغار هنا مزال سخون كيف ما تشوفوه مزال سخون وبنين زادا كيف كيف جينا بنين على اللخ كيف ما تشوفوه شيش وحتى في المنظر متاعو ياسر محلي طبا وصلنا لنهاية الفيديو ما تسوش الاشتراك في قناة عائلة فاطمة ومنظر وجيم للفيديو كي نعجبكم بني شوف الكاكم بتاعنا ياسر محلي ان شاء الله تجربوه وتعجبكم الريسات شوفو حتى شققات محلي طبا وقالك انا نقول لكم في لامين